ما زال ملف الكهرباء يسجل حضوراً مزعجاً للمواطنين في هذا الصيف الساخن نظراً لزيادة ساعات الانقطاع بسبب المشاكل في الانتاج والتوزيع والاختناقات الكبيرة المتأتية من زيادة الأحمال وتقادم أغلب شبكات نقل الطاقة الكهربائية مشكلة الانتاج احنا عندنا محطة يعني يفترض أن تنتج أكثر من 400 ميجاواط جاء تنتج 20 ميجاواط بالوقت الحاضر المحطة الغازية يفترض انتاجها 400 ميجاواط جاء تنتج بحدود 150 بالنسبة للتوزيع طبعاً أكيد عندنا مشكلات كبيرة تتعلق بالاختناقات الحاصلة على شبكة الكهربائية عندنا محطة توزيع القادسية عليها ضغط شديد لأنه هي 400 كيلو فولت بحدود 800 ميجاواط الضغط الحاصل عليها أنه مغذي يخرج إلى مدينة النجف ومغذي إلى مدينة السماوة وبهدف تخفيف الضغط والاختناقات الحاصلة في منظومة الشبكة الكهربائية قامت وزارة الكهرباء بتنفيذ مشروع إضافة محولة رئيسية جديدة في محطة القادسية 400 كيفي وهي محولة يابانية المنشأ ومعدات ألمانية بكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 9 مليارات دينار المشروع كلفة تقريبا ما يقارب كل ملحقات المشروع ومعداتها والمحولة تقريب 9 مليار المحولة الموجودة رح ننفذها محولة يابانية نوع ميسيبوشي والمعدات أغلبها معدات ألمانية قاطع الدورة والفواصة وملحقاتها المشروع إذا تنفذ رح يفك اختناق عن المحطة وعن المحافظات المعنية ومحطة القادسية تعد من المواقع الاستراتيجية لنقل الطاقة كونها ترتبط بمحطات ناصرية وجنوب بغداد بالنسبة لخطوط الضغط الفائق ويحتوي هذا الموقع على أربعة محطات وخامسة يجري العمل على ربطها لفك الاختناقات الحاصلة في محافظات الديوانية والنجف والمثناء المحطة تحتوي على أربع محولات أوتو ترانسفورمر الساعة الوحدة 250 MVA من خلال الملاحظة في العام السابق لاحظنا ارتفاع وتنامي بالأحمال مما سبب عندنا اختناق في المحطة حول الذاتية المضافة ذات ساعة 250 MVA وتدخل يجي خط 400 كيفي ويطلع خط 132 كيفي مدير عام نقل الطاقة طالب المواطنين عبر الحرة بضرورة ترشيد الاستهلاك للطاقة الكهربائية والابتعاد عن التبذير والاستهلاك غير المبرر لاحظ أغلب المواطنين سواء دور سكنية أو محلات الإنارة موجودة قبل وقت الظلام فنطلب المواطن الترشيد بالطاقة الكهربائية تعمل وزارة الكهرباء على إضافة محولات جديدة لفك الاختناقات الحاصلة على الشبكة الكهربائية في محافظات الديوانية والنجف والمثنى لضمان إيصال الحاجة الفعلية من الطاقة المقررة لها من إحدى محطات النقل في الديوانية ميثم الشباني الحرة اشتركوا في القناة